أعلنت وزارة الصحة عن فحص 154 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة تحت شعار 100 مليون صحة وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالم من مسببات الإعاقة وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية